الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت درينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت القوات المسلحة السودانية استدعاء كاملا لكل ضباط وضباط صفي وجنود ومتقاعدي القوات المسلحة قال وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين إن هذا القرار يأتي دعما لإعادة الأمن والاستقرار واتساقا مع الظروف التي فرضتها قوات الدعم السريع واستهدافها للمواطنين واستخدامهم كدروع بشرية هذا وأهاب الجيش السوداني برجال قوات المسلحة من ضباط وضباط صفي وجنودي وكل القادرين على حمل السلاح أن يتوجهوا لأقرب قيادة عسكرية أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي استهدفها منشأة طبية في مدينة دينيبرو الأوكرانية وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أنها بالتعاون مع شركائها في المجال الإنساني مستمرون في الوصول إلى المزيد من الأشخاص للمساعدة في جميع أنحاء أوكرانيا وأوضح المسؤول الأممي أن المنظمة قدمت حتى الآن المساعدات لأكثر من خمسة ملايين شخص في البلاد نددت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة بأعمال عنف وقعت في كوسفو بعدما اشتبك محتجون مع الشرطة في بلدة يمثل السرب الأغلبية فيها ودعت الدول الخمس في بيان المشترك السلطات في كوسفو إلى تهديئة الأوضاع كانت الشرطة أطلقت الغاز المسي للدموع في بلدة فيتشان لفض حجد خارج أحد مباني البلدية وحاول المحتجون منع حاكم من أصل ألباني منتخب حديثا من دخول مكتبه عقب انتخابات قاطعها الصرب المقيمون في كوسفو مما دفع الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيتش إلى وضع جيش البلاد في حالة تأهب قصوى وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسفو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات معربا عن تفاؤله إزاء المفاوضات الجارية بدورها مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن الموعد النهائي لرفع سقف الاقتراض الحكومة الاتحادية وقالت إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البلغ 31.4 تريليون دولار وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية توقعت في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في أول يونيو قالت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات إن أكثر من 412 ألف ناخب يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وكان مليون وتسعمائة ألف شخص قد صوتوا في الجولة الأولى في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيما عليها الحزب الحاكم الذي فاز بثمانين مقعدا برلمانيا فيما فازت المعارضة بأربعة وعشرين مقعدا وحصلت الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على ستة وثلاثين مقعدا ورياضيا عزز النادي الأهلي صدارته للجدول الدولي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه فريق طلاء الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على السادة الكولية الحربية بالقاهرة والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين للمسابقة سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة بتزديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة والأربعين وعمر السلية من ضربة جزاء في الدقيقة الواحدة والتسعين فيما أكمل الطلائع اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مدافعه محمد سمير في الدقيقة تسعين رفع الفوز الرسيد الأهلي إلى تسة وخمسين نقطة في صدارة جدول الدوري بعد خوض ثلاثة وعشرين مباراة فقط في المسافة بفارق أربع نقاط عن بيرامدز الوصيف بينما توقف رصيد أطلاء الجيش عند ستة وعشرين نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر